من جانب آخر بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مع نائب السفير الأمريكي جود هود على المستجدات السياسية وهمية موصلة دعم واشنطن لبغداد فيما أكد الحلبوسي عزم مجلس النواب على إتمام تشكيلة الحكومية بالشكل الذي يضمن الإسراع في تطبيق البرنامج الحكومية وقال مكتب الحلبوسي في بيان الله أن اللقاء بحث أجهد السلطتين التنفيذية والتشريعية في ضمان العودة الطوعية للنازحين وتوفير الخدمات الضرورية لهم بما يضمن تطبيع أوضاعهم في أقرب وقت ممكن